شاب على خلق ودين له أخ وأخت أكبر منه وكان يعيش مع أبويه وشقيقيه في بيت واحد وبعد تخرجه من الجامعة تزوج من زميلة له في العمل واستأجر شقة بجوار بيت أبيه وخلال ذلك كان يساعد والديه وأخاه الأكبر منه كما قام بتجهيز أخته نظرا لظروف والده المادية الصعبة وكذلك شقيقه الذي ينفق على زوجته وثلاثة من الأبناء وعندما حصل على مكافأة كبيرة من العمل قرر إرسال والديه لأداء العمرة لأنها كانت أمنية لهما وعندما واجد الزوج نظرات زوجته فيها بعض اللوم عليه لأنه يهتم بأهله أكثر منها ذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وبعد أيام قليلة دخلت الزوجة على زوجها مسرورة وقالت له لقد سمعت بالأمس آية أثرت في فهمي كثيرا وجعلتني أشعر بالتفاؤل وهي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واليوم جاء كخطاب للعمل بالخليج كإعارة لقد استجاب الله لدعائك وحقق أمنياتك لأنك أحسنت إلى أهلك وبعد عام من السفر رزق الله الزوجين بأول مولود لهم كما استطاع شراء شقة لهم واستمر الزوج في مساعدة أسرته دون انقطاع ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم طبيب شاب تخرج منذ خمسة أعوام ويعمل بإحدى المستشفيات الحكومية وكل أمله أن يفتتح عيادة خاصة به مثل صديقه الغني الذي تخرج معه ويعمل في نفس تخصصه لذلك كان حريصا على جمع المال ولا ينفق على نفسه أو على خطيبته أو على أسرته إلا أقل القليل وكان يعاني من ضيق في الصدر ومن صداع وشعور بالحزن ولم يعرف لذلك سببا في أحد الأيام وهو بالمستشفى جاءت سيارة الإسعاف بشاب قد أغمي عليه ويحتاج إلى علاج مكثف وغالي الثمن فظل بجانب المريض مدة طويلة حتى أفاق فطمأنه أنه بخير وأخبره أن علاجه يحتاج مبلغا كبيرا وطلب منه أن يتصل بأهله لتدبير المبلغ فأخبره المريض أنه من قرية بعيدة وأهله فقراء أثناء الحديث تدخلت إحدى الممرضات وتكفلت بعلاجه على نفقتها فتعجب الطبيب لأنه يعلم أن راتب هذه الممرضة قليل ولها طفلان تنفق عليهما ومع ذلك وجدها تبتسم وتقول له اطمئن يا دكتور فالله يخلف علي أضعافا مضاعفة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ما نقص مال عبد من صدقة ظل الطبيب يفكر في تصرف وكلام الممرضة كثيرا كما فكر في أصدقائه الذين يتبرعون ويتصدقون ومع ذلك يراهم في رخاء ويوفقهم الله ويحقق لهم ما يتمنون فدع الله قائلا اللهم قيني شح نفسي واجعلني من المتصدقين وعند دخول الشتاء ذهب الطبيب لشراء بطانية له من أحد المحلات فوجد رجلا فقيرا متعففا يسأل صاحب المحل عن أرخص البطانيات سعرا لأنه يحتاج لثلاث بطانيات لأسرته وليس معه إلا مبلغ قليل وعندما أخرج المبلغ وجده صاحب المحل لا يكفي لشراء بطانية واحدة وقبل أن ينطق صاحب المحل غمز الطبيب له وابتسم وقال للرجل الفقير هذا المبلغ يكفي ويزيد انشرح صدر الرجل وسلم المبلغ للطبيب ثم أخذ البطانيات الثلاث ومشى والفرحة تقفز من عينيه وقام الطبيب بدفع الثمن كاملا وقال لصاحب المحل والله لو لا عزة نفس هذا الرجل ما أخذت النقود القليلة التي معه لقد خشيت أن أحرجه وأظهر له أنني أتصدق عليه وأجرح كرامته خرج الطبيب من المحل مسرورة فهذه أول مرة يتاجر فيها مع الله لذلك شعر بالراحة وانشراح الصدر وما إن وصل إلى بيته حتى وجد والده يستقبله في سعادة ويقول له لقد انتظرك صديقك الطبيب صاحب العيادة ليعرض عليك عيادته بأدواتها لتحل محله لأنه سيسافر خارج البلاد لأربع سنوات ولا يريد منك شيئا فقط عندما يعود تسلمه العيادة ويتمنى أن يوفقك الله خلال هذه المدة بتجهيز عيادة لك لم يصدق الطبيب ما يسمعه فسجد لله شكرا بعد ما حقق له حلمه عن طريق صديقه الطبيب الذي أسرع إليه ليشكره من كل قلبه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معلمة في مدرسة ابتدائية كانت تحب أولادها الثلاثة حبا شديدا وكانت تشتري لهم كل ما يحبونهم من ملابس وتقدم لهم أشهل أطعمة وتتابع معهم مسلسلات الكرتون في التلفاز وتأخذهم في أيام العطلات إلى المنتزهات والملاهي وأماكن الترفيه ورغم ذلك كانت تجد في قلوبهم قسوة وعندما تشعر بمرض تجدهم مشغولين عنها باللعب وإذا ما تشاجروا مع بعضهم البعض وتدخلت لا يرضوا بحكمها حتى عندما هددتهم بترك البيت لم يهتم أحد فحزنت حزنا شديدا ولم تجد حلا لما يحدث لها وفي أحد الأيام وهي في الفصل شرحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثم حثت التلميذات على تطبيق ذلك عمليا فرجعت ألاء وهي إحدى تلميذات الفصل إلى أمها وأخبرتها أنها بحاجة إلى حجاب كبير فاشترته لها فقامت ألاء بتغليف الحجاب بغلاف وردي وكتبت في ورقة بداخله معلمة الغالية أحب لك أن ترتدي الحجاب مثلي ويسكننا ربنا الجنة وفي صباح اليوم التالي قدمت ألاء هديتها إلى المعلمة في حجرتها وبعد قليل ارتدت المعلمة الحجاب الإسلامي لأول مرة وتلقت التهنئة من الجميع ثم طلبت من ألاء أن تعطيها عنوان بيتها لتزورهم يوم العطلة وفي يوم العطلة ذهبت المعلمة لبيت ألاء فوجدت ترحيبا كبيرا من والدتها وفجأة أتت شقيقة ألاء والتي لم تكمل عامها الثالث لتقف خلف أمها وتمسك بما لبسها وتقول لها أمي لم نبني اليوم قصرا في الجنة ثم وقف إخوتها إلى جانبها وأخذوا يرددون ما قالته أختهم الصغيرة فجلست الأم وجلس أولادها حولها وأعمارهم تتراوح بين الثالثة إلى العاشرة وبدأت الأم وبدأوا معها في قراءة سورة الإخلاص وكرروها عشر مرات وعندما انتهوا هتفوا بصوت واحد فرحين الحمد لله بنينا بيتا في الجنة ثم سألتهم الأم وماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر رد الأطفال نريد كنوزا يا أمي فبدأوا يرددون أذكارا كثيرة وصلوات على رسول الله وبعد التسبيح والتكبير والتهليل ذهب كل منهم إلى عمله فمنهم من تابع مذاكرة دروسه ومنهم من عاد إلى مكعباته يعيد بناءها فقالت المعلمة لوالدة ألاء كيف فعلت ذلك؟ قالت الأم أبناء يحبون جلوس بينهم فأحببت استغلال ذلك بأن أعودهم على ذكر الله عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت بكت المعلمة وعرفت خطأها فقد انشغلت ببناء عقول وقلوب وبطون أولادها بالطعام والملابس والتلفاز والملاهي فلم يشفع لها ذلك وزادت الفجوة بينها وبين أولادها لذلك قررت أن تعيد تربيتهم من جديد على حب الله ورسوله وقراءة القرآن والأحاديث والأذكار فهذه هي طوق النجاة في هذه الحياة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما السائحة الأجنبية يقول شاب كان يبيع شرائط كاست أمام أحد المعالم السياحية بالهرم بمنطقة الجيزة بمصر بأن سائحة أجنبية جاءت إليه وقالت له أريد شريط موسيقى لتهديئة أعصابي لأني متوترة وأستريح لموسيقى هادئة فأخذ الشاب يسمعها شريطا تلو الآخر وفي كل مرة لا يعجبها حتى قام الشاب على سبيل الخطأ بتشغيل شريط للشيخ عبد الباصط عبد الصمد فيه تلاوة للقرآن فإذا بها تتعلق بهذا الشريط وتقول أنا أريد هذا الشريط وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا رفض الشاب إعطاءها الشريط وقال لها ربما إذا سمعت هذا الشريط وأراح أعصابي أفكر في فهم هذا الدين وربما أدخله فتهلل وجه الشاب فرحا بقولها وقال لها سأعطيك هذا الشريط هدية لعل الله أن يهديك إلى الحق وتدخل الإسلام وأخذ منها الإيميل الخاص بها ووعدها بالتواصل وكان هذا الشاب غير ملتزم ولا يحافظ على صلاته ولكن كان تعاطفته للإسلام جيدة لكنه يقول في هذه الليلة تحسرت على حالي وكيف أننا نترك هذا القرآن العظيم وبكيت مع نفسي كثيرا وقررت أن أتوب وأن أحافظ على صلاتي وأن أصاحب القرآن الكريم فتغيرت حياتي وشعرت براحة وسعادة لم أكن أحلم بها حتى أنني غيرت تجارتي إلى التجارة في شرائط القرآن الكريم والخطب والمواعظ وتواصلت مع السائحة الأجنبية فقالت لي بعد حوالي شهرين أريد أن أسمعك كلمة سوف تفرحك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المترجم للقناة